يعني عشان بيحبوا المنبار الضاني قد بهد لنا البهدلة دي جبت سلكة ستلس وقال غسلت بها المنبار اجا مسك المنبارة من هنا تقلقها تزفلت من هنا اركب السلكة في النص قلقها تفكت لا اكيدا كتير مش عارفة ملوكه خالص الله يسمحها بقى اللي شارت علي بشرط السلك دي ده انا بقى لي سعب انضف كيلو منبار سلك ايه وبتاع ايه قلت في بالي من فتأة دي متاه تعالي بقى اقولك ازاي نضفت المنبار بسرعة الساروخ وازاي كمان حشيته بسرعة كبيرة رغم المنبار ضاني وصغير يلا نسمي بالله ونصالي على رسول الله وما تنسيش تشجعيني بقى اجمل لايك كمان تشارك الفيديو لو عجبك مع اصحابك بصي بقى هو كان كس منبار كده هدية فتلاقيه كان مخلط يعني فيه منبار عريض على منبار ضاني مش عارفة يعني هو مش نوع واحد من المنبار بصي بقى مسكته ببتدي اشيل اي دهون زيادة في دهون كده بيبقى عليها تراب عليها رواصب واوساخ ببتدي اشيلها كده خدته على طول في المصفى تحت الحنفية وبصي بصابعي بقى مش هقولك بايه بالسكين عشان ما يتقطعش شيلي كده اي دهون زيادة انا ما بشيلش كل الدهون لأ بشيل الدهون اللي هي الكتل الكبيرة واللي بلاقيها كده ملونة من مكان الدبح يعني بيبقى فيها اتساخات ورواصب اكيد طبعا فاهماني بصي تعالي بقى كده بعد ما بجروده الاول من الدهن مفروض اننا هقلبه وعشان تقلب المنبار سواء ضاني او عجالي تحت الحنفية هي اسرع طريقة بصي بتشغالي كده واندفاع المية هو اللي بيدخلك المنبار وهيقلبه في ثواني يعني ما فيش طريقة اسرع من كده بالمية بصي كده المنبار عندي تقلب وبقى تمام وزي الفل طبعا لو منبار ضاني برضو يا جماعة لازم اقلبه يعني انا ما بستسهلش واقول لا انا هجروده كده من فوق الوش انا بشوف ناس كتير بتعمل كده لأ العجالي عندي زي الضاني لازم يتقلب ولازم يتنظف كويس بصي دي واحدة رفيعة هي اولا بشيل الدهون اللي هي ايه زيادة طبعا دهون المنبار يعني دهون ضر عشان تبقوا عارفين بس احنا كده ممكن ايه نسيب كم حتة بسيطة عشان تحلي طعم الرز وبالذات بقى في المنبار الضاني لازم تشيل الدهون كويس عشان تقلبي معاكي لان الفتحة بتاعة المنبار طبعا تبقى صغيرة وانتي بتقلبيها بالحنفية جبت بقى السلكة لستلس واحدة صاحبتي قالتلي ده هتنظفهولك في ثواني تحط السلكة كده وتشدي بس الصراحة انا معرفتش املكو الحق يتقال والكدب خيبة بصي بجيب كده وحاول اشد حتى يعني ما نطفدش النظافة اللي انا عايزاها لأ مش هي دي النظافة اللي انا عايزاها بتشيل اه مش هقولك ما بتشيلش بس لأ ما بتديش النتيجة اللي انا متعود عليها بصي اسحب من ناحية بيتزفلت من ناحية التانية انتي عارفة هو مش متنظف كده بيبقى مزفلت اخر حاجة قلت بقى ايه من نص كده اعمله مجوز طيب واسحب يعني هقولك نزل مش ما نزلش بس الصراحة مش النظافة اللي انا ايه عايزاها وإيه اللي انا كنت متوقع ان انا شوفها وإيه على فكرة السلكة لستلس ولا هتقطع المنبار ولا اي حاجة طبعا دلوقتي الكابة موجودة وانا عندي الكابة اللي بتنظف المنبار السلاح اللي هو البلاستيك ده وعادي ممكن تستخدميها بس عايزا اقولك برضو الكابة ما بتنظفش غير مثلا 60% و40% عليكي بصي بقى انا زهقت في الاخر وقلت انا هسيب السلكة دي انا مش هضايع وقتي انا هستخدم الطريقة اللي انا متربي عليها اللم وستي كانوا بينظفوا بيها المنبار والصراحة مفيش غيرها ايه يا جماعة مهما يختروا طرق لتنظيف المنبار واللي تقولك جلدة انبوبة واللي تقولك مصفة مفيش غير الكحت الكحت هو الحاجة الوحيدة اللي بتطلع الطبق الزلالية دي اللي موجودة في المنبار انا ما اطمنش اكل المنبار غير كده معلش انا هو قلت اجرب السلكة اللي استلس كده ونشوف حظنا بس برضو مفيش في دباغي غير الجرد بالسكينة بصي بظهر السكينة كده بتشيلي اي زلال والمنبار بتاعك بيبقى اشطه لاحظة كده اي حد عنده بيبيع منبار سواء جزر او حاجة بيستخدموش غير الطريقة دي اللي هي الجرد بالسكينة بصي بصي كمية الرواسب والزلال اللي بيطلع من المنبار لا 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 منفات قديمه تاه فعلا اه احترامي لكل الطرق للتنظيف بس مفيش غير الجرد بالسكينة لو عايزة تديها لفة في الكبه مفيش مشكلة كده مع شوية ملح بس زي ما قلتلك هيديك نظافة 60% خلاص كده جردت كل المنبار وبقى فلة واشطة معاية يلا بقى كده نضيع الزفارة رشة من الجنزبيل عصير كده لمون وكمان هحط شوية ملح بسي بقى ولا زفارة ولا هتشمي زفارة ابدا طول ما حطيتي الجنزبيل معه اللمون ما تحطيش خل عشان الخل بيهري في المنبار مش عايزين كده هو كفاية عصير اللمون وتعالي بقى شوفي اصول خلطة المنبار المصرية يا جماعة المنبار الخلطة بتاعته ما تتعملش غير كده اللي هي ازاي اللي هي نيف ناي اولا الرز بتاعك لازم يبقى متصفي سنين الطماطم اللي هتحطيها تكوني ضرباها في الكبة مش في الخلاط عشان انا عايزها قطع هي دي اصول خلطة المنبار الطماطم فيها قطع كمان حطيت بصلتين كده كبار مبشورين حطيت كباية من عصير الطماطم وكمان حطيت كباية من الزيت معلقة من البابريكا والخضرة بقى كتير بقى دونس وشبته وكسبرة بحط التلاتة وتوابل المنبار بقى فلفل سود كمون كسبرة ناشفة ولا بقى توابل لحمة ولا قرفة ولا اي حاجة معلش في الاخر بس رشة من الحبة هنا البودر بتدي ريحة حلوة للخلطة اللي بيحب القرفة يا جماعة يحط اللي عايز ديف توابل بس والله اجمل طعمه جربي زبطي بقى ملحك مع معلقة كبيرة كده من الفلفل المفروم ضربة في الكبة حامي على بارد احمر على اخضر وده بقى بيودي الخلطة في حتة تانية نحشي بقى المنبار بسرعة الساروخ والمنبار الضني ده اللي عبتي بسي ما بياخدش معايا وقت خالص ليه؟ بسبب الطريقة دي بنجيم الامع وببتدي ادكك كده المنبار بسي بدككه ازاي على طول انبوبة الامع كده وببتدي احشي وعشان ادخل بسرعة الرز وببتدي انزل بها الرز وكده ولا هياخد منك وقت ولا مجهود بسي انت عملا تحشي في كمية المنبار اللي انت حطتيها على طول انبوبة الامع وبعدين بينزل معاك سهل قوي بتقطعي بقى في ساعتها انا بحبه الصراحة عامله طويل شوية كده بسي هو اصلا بيتأزأس كده وفظيع والله طعمه غير طعم العجالي خالص احنا بنعشقه بسي بجيب الفتحة وبعدين بدكك بصي التدكيكة دي المنبار ده هو اللي هينزل في الرز كل ما تضغطي بقى مبوبة الالم هتلاقي طبعا كل المنبار نزل معاك وهيبتدي يعملك صبع كامل مش هتحتاجي بقى كل شوية تنزلي في الرز وتشدي في الرز لأ بصي هو بينزل لواحده اللي انحنا ندككين كمية من المنبار بتسحبيها بقى وابتدي تساوي طبعا ما تضغطيش جامد ما تمليهوش جامد زيه زي العجالي حليم هوي كده عشان يبقى طري وانتي بتكليه واقطعي بقى بالطول اللي انت عايزاه بالطريقة دي ايه الجمال ويه الحلاوة دي يا جماع المنبار الضاني مايتعملش غير خلطة نايف ناي المسبك بيبقى تقيل ولا مش حلو خالص احلى حاجة الخلطة نايف ناي زي ما قلتلك الطماطم بتاعتك تبقى قطعة بصي هو الكاميرا بقى ما سجلتش ساعة السل انا سلقته زيه زي المنبار العجالي عادي واخد معايا ساعة لربع اهم حاجة يغلي عشر دقايق وبعدين تهدي النار عليه واتسي بيه يستوي ما تقلبيش طبعا وهو بيتسلق لانه حساس جدا بصوا بقى الجمال ولا الريحة لا 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 الخلطة دي يا جماعة غير ما شاء الله تبارك الله وانا كان عندي زي ما انتم عارفين كده احجاب مختلفة يعني الكيس كان مخلط ضاني تقريبا على عجالي خلي بالك بس بعد السلق طلع المبارع على مصفى يصفي كله ميته لانه طبعا رؤيا وإيه ومشاء الله كان خطير واحلى غدوة عملناها طبعا كان فيه اصناف تانية بس النهاردة حبيت اقدم لكم طريقة التنظيف وطريقة العميل بصي بيدخلش دماغي كده غير ما اعمله طويل بالشكل ده ما شاء الله طبارك الله لازم تجربه المبارع الضاني عملوه ما تخافوش ايه الجمال ده ما تنسيش بس بعد التحمير كده رشة ملح وفلفل اسود قبل التقديم مع شوية باقدونس تحسيه طاري وخفيف كده وبيتاكل هوا بصوا الجمال ولا الخلطة كده ورحتها ان شاء الله جربوها ومستني رأيكم في التعليقات حبايب قلبي بحبكم في الله تعليقاتكم بتشجعني كتير بتنسوش متابعة لصفحة الفيسبوك اشتراك لقناة اليوتيوب يوصلك كل جديد بقدمه كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته